اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نوتريشن طبعا هذا البرنامج عبارة عن يعني حلقة توصل ما بينكم ما بين هيئة الصحة ما بين الإدارة ما بين العاملين في الهيئة نستقبل في هذا البرنامج كل ملاحظاتكم آراكم اقتراحاتكم كل ما مشاني أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام أيضا في هذا البرنامج نطرح العديد من المواضيع التوعوية فحياكم الله في هذه الحلقة أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية 4006 وموجودين معاكم على DHA underscore Dubai ولا على حساب نور دبي على الانستا لايف وإن شاء الله يعني كل ما تتصلون عيسى يشوفوا في التلفون ويرد عليكم عموما من نوه بس عن مشروع وثائق عن مشروع سلامة سلامة هو الملف الطبي الإلكتروني الموحد طبعا الهيئة يعني تستقبلكم في عياداتها المستشفى راشد ومركز دبي للأمراض الجلدية وعيادات المطار ومركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ومركز البرشة اللي طرشت لي الحين تقول دكتورة ندى المولة تقول لي معاك محمود من البرشة أتابعكم من مكتبي أنا أقول اشتغل يا دكتورة لا تتابعين زي تانية الحلقة إذا ما عندت شي عموما سؤال فيها طبعا أحلى تحية لدكتورة ندى دكتورة ما بدكم معانا اليوم المهم مركز البرشة الصحي وعيادات المطار ومركز دبي للأمراض الجلدية ومركز دبي للعلاج الطبيعي ومستشفى راشد اللي بيروح أي مراجعة هناك أو بمرأة عند أي طبيب الله يخليكم لا تنسون نتيبون معاكم الهوية الإماراتية البطاقة الصحية وأيضا بطاقة التأمين الصحي إن وجدت لتسجيل بياناتكم وهذا طبعا لمرة وحدة عشان هذه البيانات يتم ربطها بمشروع الملف الطبي الإلكتروني الموحد وهذا الموضوع واي الضروري واي الضروري عشان الواحد يحصل الخدمات الطبية بأبسط الإجراءات أنا أريد أن أتوجه بالشكر الجزيل حقيقة لعملائنا أنهم واي يدعمون هذا البرنامج أنهم مطولين بالهم بشكل كبير إذا كان لا سمح الله حصل أي تأخير في عملية تسجيل أو في عملية صرف دواء أو في عملية يعني أن الطبيب بعد ما أخذ على على السيستم اليديد فشوية يطول يعني وايد ما تخيلون إش كثر مستنسين على تعاونكم هذا أمسات مرة تمسيش فراشد قلت خلني مرة تطالع الوضع بصراحة يعني الحمد لله يعني في شوية مو بشوية زحمة والله ما في زحمة في يعني شفت عدد أشخاص يعني لا بس في لكن مو بديتش الزحمة بصراحة فوايد مستنس أن الجمهور يعي أهمية هذا المشروع ويعي شو يعني الملف الإلكتروني الملف الطبي الإلكتروني الموحد لأن هذا عبارة عن تاريخك تأخذه معاك وي ما تروح عموماً علي اللي بقيش يقول برنامج رائع بقيادة المبدعين أمثالكم كل الشكر على هذا المجهود الكبير ولي الأمام دوماً ولا تنسون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من وراء الكواليس شو اللي من وراء الكواليس أرسل آه هذا واحد طالب رقمي كلها سالفة ضبط الأمور إن شاء الله شكراً خدماتكم ممتازة والكل ما شاء الله شغول هذا عبدالله الزرعوني يقول هذا الكلام عموماً بقراكم خبر في عندنا مكالمة طيب خلنا ناخذ هذه المداخلة عيسى وبعدين من ديش نكمل مواضينا ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله طاب حالك خبرني أنت يا مرحب قال عمرك عنا استفسارين آمر استفسار الأول ما يأمر عليك لا أعدوها ظالم استفسار الأول طال عمرك بالنسبة اللي سمعناه عنكم الحين آآ العيادات لازم واحد يودي وياه الهوية وما نعم وما تابع الخلق عشان يتعالك نعم بالنسبة للفئة المساعدة إذا كانت مثلاً توها واصلة من البلد بلده هي وسوينا لها لإجراءات وسوينا متفتينا فيزة وباجي طلعوا لها مثلاً كرت الهوية وتأمين الصحي نعم وقوله مثلاً اليوم هي مرضت شيء من هالفيد نقدر نعالجه في مستشفيات الحكومية وندفع مثلاً فلوس وكم بياخد علينا هال هذا واحد كم بيحاسبوننا يعني بيحاسبوننا على الدويات مية في الامية خمسين في الامية وعلى الشارع أنا ما عرفت اسمك بالخير براشد 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 أنت يوم سويت لها الفيزا ما طلبوا من عندك تأمين صحي آآ عشان آشان يثبتونه لا لازم أنا اللي عرف الإجراء التأمين هي إقامة توين سونا مسوي لها دبي دبي لازم يكون فيه تأمين صحي مع الإجراء يعني إذا الفيزا طلعت لازم يكون معاها تأمين صحي ما علي طالع أمريكي يستوي يمكن سهو انزه عمو أنا بخبرك لأن الإجراء بالنسبة لي هذا أنا فهمت الجزء الأول عطني الجزء الثاني عشان جزء الثاني طالع أمريكي فالحين نحن كمواطنين مثلا في إمارة دبي نعم نتعالج في بعض العيادات الفرعية عندهم اللي هي المناطق السكنية نعم نلاحظ طالع أمريك وما أدري يعني هذا شو منه ونحن تبينا لهم وجهة نظرنا يقولون لنا مثلا أنتوا ثبتوا في حضوركم ثبتوا الهوية نثبت لهم الهوية يقولون لنا زين إذا تبعون كروت صحية سيروا استصدروا لكم الكروت من مستشفى راشد أو في مستشفى هنا اللي هو خلف براج شارع الشيخ زاي هنا عندكم مركز بعد هنا ما أدري والله المهم في مركز ثاني غير مستشفى راجد يصدر البطاقات حين طال عمرك أنت يوم تشير العيادة ومثلا أنا وصلت لي أمس جدت البطاقة لأنها من تهي وجدت تتبعت الرسوم قالوا لي إذا تبع البطاقة صحية تتبع استطرها من ناقض براشد نعم طال عمرك أنت عندك عناية وعندك سعادة بطاقة سعادة تيمين ما أدري والله براشد موضوع ترى بسيط وايد روح عند أي أنت سكون وين براشد تقول لي في دبي طالعا وين أي صوف في دبي جدت جميرة ولا بر دبي لا لا جدت دير دير حاولت مرد ند الحمر هناك قلهم أبغي أستخرج بطاقة تيمين سعادة إذا أنت جوازك صادر من إمارة دبي تطلع لك سعادة في ثلاث دقائق بتطلع هذا التيمين وفوق عمركم الصادعة هذه كلها ووي بسيط والتعالج في الحكومة والتعالج في الخاص لا لا أنا قصدي طال عمرك الحين إذا أنا وصلت المركز وجددت البطاقة الصحية اللي هتاب مثلا صحة دبي نعم ودفعت الرسوم أمي وشي ليش هم بنفسهم إذا ما كانت عندهم الجزي يستصدرونها ليش هم ما يطلبونها من المراكز اللي تصدر حيث أن هذا المتعال دفع الرسوم هاتوا للبطاقة وخلوها في الملف تفضل هاي بطاقة الجهزات ويناها لك وكل مرة باتي هاتوا ياك مو يحتاج تيب الهوية والجواز والله والله اقتراح اقتراح زين حتى ما ما يحطولك إياه في الملف براشد يقول لك يا للبيت مرة قلت اقتراح هذا هناك زين الجماعة يقولون نعم ما بدينا ما مشكلة أنا أنا بطلب منك طلب زين آآ ما أدري إذا بتقدر اضطرش هذا الاختراح على النظام لأن لما يدخل النظام يأخذ حيز إنه يدخل وفي متابة كتبت ها موجود شو ردوا عليك آخر مرة آخر مرة اقترسني اكتبه لأنه طال عمر كل مرة يكلموني بهاي الطريقة وأقول لهم بنفس الرجل ومحجز مع الكلام فقالوا لي في عنا ما للاختراحات قتلهم عطوني يا أنا بكتبه وكتبته بس أنا أقول بتبه الثانين يعني المراجعين الثانين كلامك سلي صادق صادق أنا معاك في هذه الاختراح أنا بأخذ هذه الاختراح أيضا بعد بطرح على الجماعة اللي موجودين هناك وإن شاء الله يا رب تكون فيه آلية أنه ممكن شسمه مزيد ممتاز وأنا بعد بتابع الاختراح هذا من صوبك واجه نفترد علي على السفسار الأولي على السفسار الأولي برد عليك وبأطلع فاصل إزاك الله خير يا براشد عموما عيسى بس برد على السفسار هذا بأطلع فاصل إن شاء الله بعد براشد ما خلانا نقرأ أخبار ما خلانا نتكلم في شيء اليوم لكن بعد موضوع مهم يعني موضوع التأمين الصحي وإن شاء الله أوعدكم على الأسبوع القادم بيكون معنا دكتور حيدر إن شاء الله بيعطينا كل التفاصيل اللي يديدة في موضوع التأمين الصحي براشد يتكلم على الخدامة هل ممكن أنه التعالج عندنا آلية العمل يا جماعة الخير وبعدين براشد لازم نطلع على تأمين صحي في كل الأحوال التأمين الصحي هذا يخول أنه تتعالج زين وتحصل العناية اللازمة سواء عند القطاع الخاص ولا حتى الحكومي هذا واحد اثنين طال عمرك أنا مستغرب كيف الفيزا طلعت من غير تأمين على حد علمين الموضوع لازم يكون فيه تأمين عموما اثنين تأكد لما تصدر التأمين حق الخادمة لأن فيها مخالفات يا براشد كل شهر ما تتأمن الخدامة عليها 500 درهم كل شهر ما تتأمن عليها 500 درهم والتأمين كله يعني أنت تختار شو بتحط لها باقمة بين 550 إلى 650 درهم فالأفضل أنك أنت تتأمنها لكن لما تأمن تأكد تأكد يا براشد وبرد أقولك عشر مرات تأكد من قائمة العيادات والمراكز والمستشفيات اللي تعالى دور الأماكن القريبة من عندك أو الأماكن اللي أنت متعود السير لها وايد مهم تتأكد من هذه القائمة قبل عملية التأمين عموما في وايد استفسارات عندنا على السوشال ميديا وكذا ما نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله ما نستقبل معنا دكتور حسن بدوي استشار التخدير والعناية المركزة بمستشفى لطيبة فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم بكل خير مستمعين الكرام وحياكم الله معنا مرة أخرى في برنامجكم صحة وسعادة هذا برنامج الذي قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي طبعا أرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربع واحد أربعة أو عن طريق الرسالة النصية على أربع صفر صفر ستة موجودين معاكم كذلك على دي أتش اي أندرسكور دبي في حسابنا على الإنستجرام وأيضا على حساب نور دبي موجودين اللي يبغي يشوف حتى الصوت وصورة معه يعني كواريس البرنامج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقدير لجهود مستشفى راشد قسم الإسعاف قمة الاهتمام والتفاني من الكادر الممتاز جزاكم الله كل خير للحكومة ووزارة الصحة ومستشفى راشد يقصد هيط الصحة يعني بس نحن كلنا واحد جزاكم الله خير برنامج رائع ما شاء الله بخيات المتدعين هذه قريناها عيد إبراهيم لبقيش زين السلام عليكم أنا توني متبت الإقامة لخادمة يديدة بس بعدني ما سويت لها تأمين طيب عندك هذا أظنى من تطلع مدة شهر شهر هذا من الإقامة لازم تخلص موضوع التأمين ولكن عملية اصدار الفيزة غريبة يعني أنا لازم أرجع الدكتور حيدر لأن أكثر من حالة الحين يقولون أن الفيزة تطلع لكن من غير التأمين ما يطلبونه ما أدري أنا يعني مستغرب الصراحة لأنه أحيد أنه جزء جزء رئيسي من أكمال الإجراءات طيب قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى لطيفة من الأقسام الحيوية اللي تقدم خدمات طبية متميزة للمرضى على اختلاف وتنوى حالاتهم المرضية طبعا هذا القسم يمتلك إمكانيات متطورة المواكبة للتطورات العالمية في مجال التدخل العاجل لإنقاذ حياة المرضى نحن نتكلم عن هذا القسم ونتكلم أيضا عن التخدير بشكل عام مع الدكتور حسن بدوي استشاري التخدير والعناية المركزة في مستشفى لطيفة صباح الخير دكتور أنا بطلب بس تتقرب من المايك أو أقرب لك المايك صباح الخير عليك وعلى السيدة المستمعين الكرون دكتور يعني نحن نتكلم عن خدمات هذا القسم بداية نعطنا نبدأ سريعة عن أهم الخدمات التي تقدمونها للمرضى خدمات قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى لطيفة بيتداخل مع كل التخصصات الموجودة في مستشفى لطيفة فقسم التخدير والعناية المركزة مسؤول عن تقديم التخدير لمرضى أمراض النساء بكافة الأعمار تقديم تخفيف الألام مقبل الولادة لمرضى التوليد بالإضافة لتقديم التخدير لعمليات سواء إذا كانت الولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية تقديم التخدير لجراحات الأطفال من سن الولادة حتى 13 سنة الاهتمام بعلاج الألام بعد العمليات الجراحية في كل العمليات سواء للكبار من أمراض النساء والتوليد أو الأطفال وحالات الحروق التي تدخل مستشفى لطيفة لأن مستشفى لطيفة بتستقبل حالات الحروق بالنسبة للأطفال بالإضافة للعناية بالحالات الحارجة في العناية المركزة بمستشفى لطيفة للأطفال من سن شهر حتى 13 سنة بالإضافة للكبار من عمليات النساء وحالات ما بعد الولادة أو بعد القيصرية التي تحتاج إلى رعاية حريقة طيب دكتور ما دام نحن نتكلم عن هذه الخدمات الكثيرة التي قدمها القسم لكن هنا خلنا نتكلم عن التجهيزات والإمكانيات المتوفرة في القسم شو هي الأجهزة التي موجودة عندكم التي تميز قسمكم قسم قسم التخدير مجهز بتقنيات تعتبر من أحدث التقنيات العالمية فلو أخدنا المريض بالإضافة لوجود أجهزة للمتابعة المستمرة داخل غرف العمليات لتجلط الدم أو حالة سيولت وتجلط الدم بالنسبة لحالات النساء التي تستلزم كمية كبيرة من نقل الدم ده بالنسبة لجانب التخدير اللي هو العمليات لو انتقلنا إلى جانب العناية المركزة حنلاقي العناية المركزة مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي أحدث أجهزة المتابعة للوظائف الحيوية للمريض متواجدة داخل غرف المرضى وكذلك متواجدة في الغرفة المركزية للتمريض بحيث يتم متابعة المريض عن طريق الممرضة داخل الغرف وكذلك عن طريق مشرفة التمريض من غرفة التحكم المركزي أو من غرفة المتابعة المركزية بالإضافة لتخفيف الألام وده جزء مهم جدا من وظائف قسم التخدير عندنا مضخات علاج الألم وده بتستخدم في علاج الألم قبل الولادة علاج الألم بعد العمليات الجراحية وده بيسمح للمريض نفسه بالتحكم في علاج ألمه عن طريق ضغط زر في المضخة إذا شعر بالألم بالنسبة للأطفال فيه برضو مضخة لعلاج الألم في الأطفال والمضخة بتسمح للممرضة بضغط زر يعني حينما يشعر المريض بالألم لتخفيف الألم جميل دكتور يعني كم عدد المراجعين بشكل شهري اللي انتوا شوفونا شو هي أبرز الحالات اللي استخدفتوها يعني في 2016 بما أن عمامي الآن الإحصائية بتاعت 2016 تم التعامل مع 11393 مريض يعني تقريبا 12000 مريض فده لو قسمناها على مدار 12 شهر حيكون تقريبا بنتعامل مع 1000 مريض شهريا المرضى الألف مريض شهريا مقدمة مقسمة على مرضى في عيادة التخدير لاستقبال المرضى المخطط إجراء عمليات جراحية لهم لتحضرهم لإجراء التخدير والعمليات الجراحية المرضى اللي احنا بنساعد فريق الانعاش في غرفة الطوارئ لانعاشهم حالات التخدير لأمراض النساء والتوليد حالات التخدير للأطفال الخدج والأطفال اللي هما أكبر من الخدج اللي هو من سن شهر إلى 12 أو 13 سنة 13 شهر أو 13 سنة 13 سنة الأطفال يعني هو عمر الأطفال عموما يعني من سن شهر إلى 13 سنة هذا العمر المحدد للأطفال جميل فتقريبا يعني هذه أغرز الأرقام يعني ألف مريض كل شهر تقريبا السلام عليكم تحية للكادر المتميز في مستشفى لطيفة في قسم العناية المركزة قمة في العطاء والدقة في العمل نحن شكرين لك هذه الرسالة الإيجابية طبعا هذا السؤال ما دري الدكتور إذا بتجاوب عليه والسؤال يعني إن شاء الله بطلع فاصل وإذا بتجاوب على هذا السؤال السؤال يقول إبرة الظهر الولادة هل تسبب الألم للظهر مزمن أو لا وما هي سلبياتها بعد مرور الوقت باختصار دكتور إبرة تخفيف الألم أثناء تركيب الإبرة أو الأسطار اللي بتخفف الألم بيتم تخدير المكان تخديرا موضعيا فكل اللي بيشعر به المريض هو مجرد وخزة لإعطاء المخدر الموضعي بعد كده لا يشعر المريض بأي ألم تماما يتم تخفيف الألم ممكن يحصل الألم مزمنة في الظهر بعد الإبرة دي بس هذا نادر الحدوث جدا 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 طيب نحن جدا 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 مبسوطين في استضافتك دكتور حسن بدوي السيشاري التخدير وعناية مركز بمستشفى رطيفة وإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق دائما شكرا لك دكتور شكرا لك وتحياتي للاستاذ المستمعين جميعا شكرا لدكتور حسن أيضا مستمعين نحن بعد الفاصل إن شاء الله من استقبل دكتور أسعاف حسن غازي السيشاري ورئيس قسم الجراحة العامة والمدير الطبي لأقسام الجراحة بمستشفى دبي فاصل ومن واصل صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرتين أخرى مستمعيني الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة أرقام التواصل معنا 600551414 وعن طريقة رسالة نصية على 4006 وأيضا موجودين معاكم على DHA underscore Dubai وحساب نور دبي منورة يا دكتورة وهلا بدكتوراتنا طبعا دكتوراتنا مثل ما قلناكم قبل الفاصل بتكون معانا إن شاء الله أو هي معانا حاليا في السوديو دكتور أسعاف حسن غازي السيشاري ورئيس قسم الجراحة العامة والمدير الطبي لأقسام الجراحة بمستشفى دبي صباح الله بالخير دكتورة صباح الخير والسلام طبعا عشان تكونون في الصورة الدكتورة قبل الحلقة هددتني قلت اسمع أنا أكتنج سيو تارك كل شغلي عشان أي وأتكلم في هذه المواضيع اللي أنا بقولها الحين فعشان تي نحن ما نلتزم شوي بالمحاور دكتورة في البداية خلينا نتحدث عن الإنجازات اللي تحققت بمختلف أقسام الجراحة وخاصة يعني عملية قصرة العيون الأخيرة هذه اللي استوت وعملية استوصال الكلا اللي سويتوها مؤخرا في قسم المسالك البولية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدة محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام أولا أشكركم لهذه الاستضافة في هذه الحلقة وأنا أمثل في مستشفى دبي بقيادة الدكتور عبد الرحمن الجسمي مدير المستشفى الذي يقتضي بخطه ومسيرته بسمو القائد الشيخ محمد بن راشد يسعدني أن أتقدم لكم بهذه الملجزات أو هذه الأعمال البسيطة في مستشفى دبي بالنسبة لعمليات قصطرة العيون هي عملية طبعا دقيقة جدا وتعتبر من العمليات المميزة في الوطن العربي تقريبا ونحن نعتبر من الأوائل في إجراء هذه العمليات هي عبارة عن عمليات قصطرة بسيطة جدا هي بس مب في الدم ولكن في العين بحيث أنه يتم زراعة دعامة والدعامة هذه تكون مثل الشعرة تقريبا ثلت المليمتر يتم زراعتها في العين بالنسبة لأمراض الماء الأزرق فهذه الدعامة لأنه يكون فيه بلوك يعني يكون فيه انسداد لهذا الماء فيحطون هذه الدعامة في العين من داخل في العين فيتم أن الماء الأزرق اللي هو سبب المرض ينتقل من العين إلى الأوردة والشرائين حتى يتخلص منها هذا أنا قولي لي حط الخيط في الإبرة مهروم فعلا لا فعلا هي من العمليات الدقيقة جدا ويقوم بإجراءها الدكتور عبدالله النقي استشاري العيون وتمنى أنكم تستضيفوا عشان يعطيكم يعني صلاة ناو تكلمنا على الموضوع طيب دكتورة أنواع الجراحات التخصصية اللي يجريها البستشة بشكل عام نحن عندنا جراحات متعددة ونعتبر نحن من المستشفيات في الهيئة الصحة يعني الجراحات فيها متخصصة عندنا جراحات العامة للمناظير سواء المناظير كان للأقصام الجراحة أو للمسالك البولية النساء وولادة يعني فيه عمليات كثيرة نسويها بالمناظير طبعا نحن عندنا يكون فريق طبي الفريق الطبي يعني مجتمل ممرضين أطباء بمستوى عالي وطب مساند بالإضافة إلى الأجهزة حسب التقدم العلمي والتقميم دكتورة توني أبطل المسج كاتبي لدكتورة سعف على الباب ممرضين يدخلونها صح سامحين أنا ما عندي منسق اليوم ما في مشكلة هذا إجراء رسمي لازم يعني حصل للأمن من الإجراحات المناظير عندنا طبعا إجراحة أخرى هي وهو من فعلا يعني نحن نحتاجه وايد هو فريق متابعة الجروح والتقرحات فعندنا فريق كامل كاذر كامل من أطباء ممرضين لمتابعة الجروح وهذه الحالات يعني نتابعها سواء كانت في المستشفى أو حتى في خارج المستشفى من العمليات الأخرى عندنا العملية مشهورة جدا عملية الأنف وأذن وحنجرة التي تم فيها زراعة قوقعة الأذن وهي الوحيدة التي تصح في مستشفى دبي فقط لنسويها وعالمية يعني حتى في حالات من خارج الخارج تأتي العن أولا وراحوا في دول متقدمة في هذا المجال دكسورة ما عالجوهم يوهني والحمد لله رب العالمين يعني وفقهم بالألاج نعم فهذه التحية لهم في ذلك ومن الجراحات الأخرى جراحة العظام طبعا جراحة العظام فيها تبديل المفاصل مثلا عندك اليوم اليوم حاليا يسوون عملية تبديل مفصل المرفق وهاي تعتبر العملية الأولى اليوم في مستشفى دوية يسوها أول مرة في تبديل المرفق عندهم كمان جراحة العظام يسوون إصابات الرياضيين يعالجون إصابات الرياضيين بالإضافة كل عارف عملية حق الخلايا الجذعية للآلام المفاصل هذه بعد موجودة عندنا من العمليات الأخرى طبعا عمليات المسالك البول اللي هي عمليات الصقصال أكبر كلا في دخلات موسوعة نعم وكان طبعا أنت عارف أن الجهتين مع بعض كانوا 13 كيلو واحدة كانت 7 والثانية كانت صحيح أكثر شيء تابع للعيادات تجميل لا مو بتجميل عيادات الأسنان عيادات الأسنان لأنهم يتبعون لهم بس هم يقومون بإجراء العمليات عنا يعني يأخذون غرفة العمليات من عني أنا لأن هذا أتش الكمالي يمكن صار لي أذن على موضوع مفصل الفك أكثر من أسبوعين وكل مرة يقولي متى حلقة مفصل الفك بعد الحلقة بأخذ منك رقم واحد من الدكاترا عشان أستضيف عندي نعم ونسوي حلقة كاملة عن مفصل الفك اسمه أحمد فالف اسم العملية أيما في العيون أحمد فالف غريب اسمه ما أدري طيب دكتورة أيضا يعني أنت واحدة من الشخصيات الناشطة في هذا المجال حقيقة مجال جراحات الثدي وسرطان الثدي يعني خلينا نتحدث عن هذه الوحدة والخدمات التي تقدمونها بشكل عام لأن أعرف اهتمامك الكبير بهذا الموضوع نعم الحمد لله بفضل الله يعني الجراحات الثدي متكاملة يعني عنا الفريق كامل الفريق يتكون من طبيب طباء جراحين من أطباء شعة من أطباء الأورام الباطني من أطباء المختبر اللي هو علم الأنسجة من أطباء العلم النووي التمريض وطب العائلة لأن طب العائلة هم يعني المركز اللي يحاولون لنا فيه هذه الحالات أمراض الثدي سواء كان السرطان أو غير السرطان يقوم الفريق طب العائلة بتحويلها لنا ونحن الحمد لله رب العالمين نقوم يعني بعد عدة مراحل يعني المريض أول مينة على طول يعني ما يأخذ وقت يروح الأشعة يتسول للأشعة بعدين إذا محتاج إلى خزعة أو عينة ناخذ العينة وراها على طول إذا محتاج عملية أو محتاج أن يتحول إلى قسم الأوراو للعلاج الكيماوي فكله متوفر في مستشفى دبي من الأهم المميزات في مجال الجراحة الثدي أو الأمراض الثدي أن أي مريضة قبل ما نجري لها أي علاج عنا نسميه المالتي ديسبريني تيم اللي هو الكونسلتو اللي بيسموه بالعربي يعني أن يكون اشتشاريين من عدة فروع اللي هو من الأشعة من الجراحة من المجلس أو المجلس فنناقش هذه الحالة وبعدين نطلع خطة علاجية لها المريضة تمشي عليها طول فترة العلاج جميل جدا أنا بعدني برجح موضوع سرطان الثدي لكن خلينا سأقرأ هاي رسالة كثرة السلام عليك رحمة الله وبركاته سؤالي هو شوه شروط الحصول على تيمين الصحي سعادة أنا جوازي دبي الجنسية الأفجير هل يحق لي الحصول على تيمين سعادة ومراشد ومراشد يحق لك إن شاء الله مري على أقرب مركز عندك وهناك بيخبرونك كل التفاصيل لكن أعتقد أنه يحق لك بذن الله السلام عليكم لو في حالة طارئة لو استدعت حالة إلى جراحة مستعجرة إلى نوع من العمليات غير موجودة في مستشفى دبي أو في الدولة في هاي الحالة هل يستدعى طبيب من خارج الدولة يعتمت على الحالة إذا الحالة طارئة يعني المريض ما نقدر نسفره طبعا نجيب دكتور من الخارج إذا المريض حالته مستقرة ونلقينا أنه ما في مجال أنه نحن نسوي العملية هنا فطبعا نطرش بالخارج بس إحنا توجهنا أنه لا نحن نستقطب الناس ونستقطب أنه يكون العلاج عنا فإن هي بالدكاترا أكثر أنه يسوي عنا العملية يعني اللهم لك الحمد نحن حتى في حالات كثيرة دكتورة يعني برع ما يعالجون نعم ونحن نعالجها نعم فضل من الله اللهم لك الحمد وهذا طبعا يعني من عقل فضل رب العالمين أكيد يعني بفضل الحكم والرؤية اللي موجودة عند الشيخ الحكام يعني الله يحفظهم إن شاء الله ويحفظ هذه الديرة والإمارات يعني ويديم عليها الأمن والأمان نعم اللهم لك الحمد والشكر عموما عمليات جراحة السمنة نعم ومدى الإقبال على هذا النوع من العمليات والمعايير المطبقة في المستشفى لإجراء مثل هذا النوع من الجراحات اللي يعني الحينة دكتورة استوىت مثل عمليات يعني فاشن لكن بالحقيقة لا أتصبور فترة أخيرة شوية الناس بدوا يستوعبون أن المسألة مبجدة بالضب في الأول افتكرون لا بس فعلا فعلا يعني حسب الدراسات اللي سويناها فعلا سوينا كذا يعني تقريبا نحن سوينا حاليا ما أكثر من ألف عملية سوينا دراسات على بعض من المرضى فعلا في مرضى كانوا مصابين بالسكر 70% من المرضى السكر اختفى لما سووها العمليات فهي هذا اللي عنده سمنة مفرطة ممكن يكون عنده سمنة تشوف هي في معايير إنه يكون كتلة الجسم إذا كتلة الجسم أكثر من 40 تسوى له العملية إذا كتلة الجسم أكثر من 35 وعنده مضاعفات أخرى مثلا سكري ضغط سمنة مفرطة بعد تتسوى للعملية فيعني نحن ما نقوم بإجراء هالعملية إلا إذا كان فيه مؤشر وفيه معايير معينة لإجراء هالعملية ما نسويها كعملية تجميلية والله واحد متين لازم عساس أن ينقص الوزن ويستوي سنبثي ضعيف لا لها معايير معينة الفكرة عشان بعض الحالات اللي شفناها دكتورة في هذا المجال إنه واحد يقول لك جسمك قد ما تستدعي إنك سوي العملية يقوم يأكل ويزيد وزن عشان يسوي العملية حسن بيضعف وهذا استوي أنا بعد وقايت حالات شفناها وخاصة في الفترة اللي ما كان فيها واعي كبير لأنه في ناية جراحة طبعا طبعا هي الجراحة هذه يعني جراحتين لأنه في تحويل معدى وفي قص معدى صح وهل تجرون زراعة الأعضاء مثلا زراعة البنكرياس في مساء الشربي لا بعدنا بس إن شاء الله ناويين يعني يكون في المستقبل بيكون في سنتر للزراعة سواء زراعة البنكرياس أو زراعة الكلاء أو زراعة الكبد فهذا قاعد على مستوى الدولة يعني المشروع سؤال يقول هل الخدمات الصحية متوفرة لجميع الجنسيات نعم يعني أنا أتذكر حتى في عمليات دقيقة دكتورة نعم صارت في مساء الشدبي نعم وكانت لي جنسيات عربية نعم عربية وأجنبية أي حد نحن نستقبل جميع المرضى العملية مالت دكتور ياسر السعيدي السواحق وحدة أردنية اللي كانت أول بالثري دي نعم مالت الكلة نعم كلها كانت نعم يعني العلاج ما يقتصر على مواطن أو مقيم في الدولة العلاج لكل أي المريض ما يعرف أي فنحن نستقبل على طول ما يجوز لنا أن نرد مريض لأن مثلا حتى في مرضى ما يكون عندهم يعني إثبات شخصية ما عندهم بس لما يمريض في حالة طارئة لازم لازم تعالجونا لأن هذه مسألة إنسانية في النهاية وبعدها يعني لجرهات الثانية ممكن ممكن تنحل طبعا والحمد لله يعني حتى في هيئة الصحة الدكتورة عندنا مكتب الخدمات الإنسانية ودعم المجتمع هذا المكتب يساهم بشكل كبير في مثل هذه الحالات نعم طيب في شيء أنا نسيت من هنا من الورقة ولا أسأل على كيف أسأل على كيف خلاص خلصنا هنا إزي إن شاء الله طيب دكتورة الآن أنا أريد أن أتكلم عن موضوع سرطان الثدي نعم نعم لأن أعرف أن أنت أحد الناشطين في هذا المجال نعم ومن زمان نعم خبرين عن أهم الفحوصات اللي يلازم يسوونها الحريم نعم وطرق الوقاية نعم نعم من سرطان الثدي وشو الأشياء اللي لازم الحرمة تعرفها وإنا حتى الريال لحين تسمع أن أبعد طبعا في إصابة طبعا أوكي 5% في من إصابة فخلينا نأخذ لدينا خمس دقائق ما نتكلم عن هذا الموضوع بالتحديد إذا بني عساس أن الفحص كيفية الفحص المبكرة المفروض أي سيدة من سن العشرين تبدأ في إجراء الفحص فحص يدوي وفيه فحص اللي كانت اللي هو الطبيب من سن العشرين تبدأ المريضة نحن نعلم نحن نروح المدارس على الفكرة نروح الوزارات والدوائر الحكومية نعلم النساء وكذلك الرجال نعطيهم محاضرات كيفية الفحص اليدوي ومتى يتم إجراء الفحص اليدوي اللي هو طبعا شهريا لازم الحرمة تفحص وتفحص بحيث أنها تحاول تكتشف إذا فيه كتلة أو لا مجرد الحرمة تكتشف أن فيه كتلة على طول تروح إلى الطب الأسرة طبيب الأسرة على طول يحولها لنا يتم إجراء لها الفحص اللازم إذا هي أقل من أربعين سنة لازم إجراء لها التصوير الموجات الفوقساطية اللي هو التصوير السونار اللي نسميه نفس التصوير اللي يساوه فيه التصوير الجنين فيعني آمن ما علي خوف يعني إذا حتى ساوتها مرتين ثلاث في اليوم والواحد ما يضر فالتصوير هذا بيبين الكتلة يعني مبدئيا ممكن يخبرنا عن الكتلة إذا هي سيئة أو زينة إذا وضح لنا في التصوير إنها هي سيئة معناها تحتاج عينة لإثباث وجود مرض ماء هل هذه الكتلة السيئة هل هي سرطانية هل هي التهاب هل هي مثلا دم متجمع هل هي حليب متجمع يعني حسب الرؤية اللي نشوفها لكن إذا هي كتلة حميدة عادة دايما تبين في التصوير تكون كتلة مدورة يعني في لها معايير إنها دائرية أو مستطيلة ما لها ظل ما لها مثل نشي قول جذور هذه لما تكون بهذه الطريقة تكون يعني أقرب إلى أن تكون حميدة من أن تكون خبيثة طبعا الناس يفهمون أن الورم السرطان يكون حميد أو خبيث لا الورم يكون حميد أو خبيث الورم فالورم يأما يكون حميد يعني حميد يعني ما لي ضرر مو بسرطان أو يكون خبيث يعني سرطان يعني فالورم معنا الورم ممكن يكون يعني كيس دهني مثلا ممكن كيس دون يقول عليه ورم مو بشرط الورم معناها سرطان لكن السرطان شو السرطان سرطان مرض خبيث مرض خبيث وورم خبيث بس نحن نطلق على كلمة ورم يعني الماس أو الكتلة الكتلة اللي موجودة في الجسد ما نقول عليها كتلة ما نقول ورم يقول عفان الله من هذه الأمراض الخبيثة والله يشفي مرضى السرطان آمين يا رب هل يتحول الحميد إلى خبيث ما يتحول المرض إذا فعلا ثبت أن هذه الورم حميدة ما تتحول يعني بالمرض للحين ما حصل يعني ما فيه حتى عالميا أن فيه ورم حميدة تحولت إلى خبيثة بس ممكن المرض يطلع جانب هذه الورم جانبها يعني فممكن يطلع ممكن يطلع فيها حواليها تكلسات فممكن تستوي خبيثة بس حسب المؤشرات أو حسب المعايير العالمية الخبيث الحميدة دائما هي حميدة فنحن ما ننتظر للحميدة لأن الحميدة لما تكون في حجم 2 سنتي وفوق 3-4 سنتي على طول تنشال فيعني ما فيه مجال تنترك بحيث أنها تتحول 3-4 سنتي ورم بسيط هنا في اليد قالوا لي كيس دهني كيس دهني لا شوف أنت تحدد لما يكون الورم في الثدي غير على ما يكون في الجسم باقي الجسم باقي الجسم معظم إذا تحت اليلد يكون كيس دهني أو كتلة شحمية اللي هنسميها اللايبوما وهذه معظم الأشياء تنشال هاي بسيطة أي أشياء بسيطة مثلا عندك في الإيد هنا تضب عند الرصغ ما في أكثر شيء عند الرصغ هنا ممكن تطلع أنها نسميه الكيس الهلامي الجيلاتيني اللي هي العقدة الهلامية اللي هي تطلع من المفصل نحنا نسميها القانجليون يعني العقدة الهلامية تطلع في المفصل هذه بس هذه بعد حميدة مزعجة والله مزعجة تسوي وياع ممكن واحد لايروم يتمرر لايروم يسوي طبعا بس بكمل سؤال بقية الوقاية نحن قلنا تفحص عند سنة العشرين لغاية سنة الأربعين بعد الأربعين على كل حرمة لازم إجراء الماموغرام كبيزلاين بعد الأربعين تقول هذه السلام عليكم ورحمة الله أنا أنثى وعمري ستين سنة نعم أحسب ألم شديد بصدر اليسار وظروف المادية الصعبة إنه يمكننا أن أفحص مجانا نساعدوني ختمر عندنا ممكن طبعا أكيد وحتى ممكن الفحص عادي مجانا نظه الفحص يدوي الفحص اليدوي ما فيه أي تكلفة بالعكس إحنا يوجد مرضى كثير نفحصهم ما فيه أي مشكلة ممكن حتى تروح إذا هي ساكنة مثلا في أي عيادة من العيادات اللي جب مثلا ساكنة في الطوار ساكنة في القصص في أي مكان فيه هناك عيادة هيئة الصحة أحيان حرمت ستين سنة بقولها خلت مر مستشفى البيت تسأل عنك حاضر فالك طيب تسأل عن دكتور أسعاف إن شاء الله أصلا دكتور أسعاف هي الوحيدة في الإمارات اسمها أسعاف أمم الدكتورة نحن بوقت تدركنا نحن شاكرين لك هذا التواجد أتمنى أن نغطي هنا كل المحاور اللي ينعشانها ويعطيك العافية دكتورة وشكرا جزيلا على وقت شكرا جزيلا لك وأنا بس عندي نقطة واحدة إذا سماحت لي فيها أننا نحن في مستشفى البيت الحمد لله يعني على كارمة معانا استطعنا أن نسوي برنامج خاص لحماية وسلامة الأطفال من السرقة أو الخطف فهذا برنامج جديد ممكن إذا مرة ثانية تحبون نتكلم عليه لأن فعلا فعلا برنامج وايد مهم نتكلم عنه وما نعطيهم تفاصيل أكثر إن شاء الله تدركنا دكتور أسعاف حسن غازي ورئيس قسم الجرحة العامة والمدير الطبي لأقسام الجرحة شكرا لك أيضا مستمعين الكرام نشكركم على متابعتكم وكل الشكر لمركز أو لرائي برنامجنا دكتور نيوترشن وهذه تحياتي محمود يوسف العلي وأتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع طويلة سعيدة ودمتم بصحة وسعادة شكرا لك عيسى سبيل صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي